نبدأ لوماج نيوز بمقرر لجنة التشريع العام في البرلمان النائب ظافر الصغير اللي يقول اليوم أنه قانون الجمعيات على غاية من الأهمية وينتظر وصول مشروع القانون ميناء لحكومة كما تحدث كما قلنا خلال حضوره في برنامج إكسبرسو اليوم عن الاعداد لقانون الفنان وعودور الإشهال والمستشار الجبائي بالإضافة إلى مقترحات من قبل النواب منها ما يتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية وأيضا قانون المعادن النفيسة وقانون حماية الحيوان ويشير ظافر الصغير إلى ضرورة تنقيح المرسوم عدد 54 وخاصة الفصل 24 منه ودعا مكتب المجلس لتقديمه للنظر فيه خاصة وأنه استوفى كل الشروط وقال أن مكتب المجلس ليس وصيا على القوانين الهامة وعليه أن لا يصادر حق النواب في تقديم مقترحات القوانين فما زاد القانون نعتقد أنه من أهم القوانين ما هوش يمكن تطوى في الجانب هذا لكن قانون حماية الحيوان أشهر الفاتت نحكيه على ظاهرة الكلاب السايبة وداء الكلب وكل شيوات طريقة الفجة والغير إنسانية اللي قا تتعامل بها البلديات معناها في القنص هذا ورينة وفيديوهات حتى مؤخرا معناها ما همش يقتلوا فيه حتى القتل اللي راوا عنده عنده طرق معناها معينة معناها نديش انتي تتضرب الحيوان ذاك وتخليه مسكين ساعات وساعات وهو يحتضر معناها هاي المناظر هذي والحاجات هذي ما لازم نيش نعيشوها رو في بلادنا فما ميات طريقة وبارشة بلدين القاة وحلول معناها للتعامل هذا نظن أنه اليوم في تونس لازمنا قانون لحماية الحيوان وهو مش نحميه واحنا رويحنا زادة من المظاهر اللي قاعدين نشوفوا فيها من هاي الكلاب السايبة اللي قاعدة الحقيقة تقلق في المواطنين وتضر فيها متفجع فيهم قانون جماعة تشوف قانون هام بارشة عنا قانون جيد موجود معناها على طولة البرلمان مقدمين وسيدة النواب معناها ما زال ما وصلنيش معناها مشروع ميناء الحكومة وقانون جيد في الصيغة معناها اللي موجودة فيها توا وإن شاء الله يتم التصويت عليه في أقرب وقت عنا قانون الفنان قاعدين نخدمه عليه وهان بارشة زادة معناها طلب معناها كبير مشاريحة كبيرة متوانسة عنا في لجنة الشيعة العام عدول الشهاد والمستشار الجبائي زادة هاي ضمن مراجعة المجالات بتاعهم وقوانينهم وهذا إن شاء الله اللجنة تخدم عليه في قادم الأسابيع عنا بارشة مقترحات من السيد النواب لكن نذكر نذكر بعضها تنظيم التصرف في الأراضي الدولية في الحياة زادة هذا يمس معناها برشة حاجات معادن النفيسة هذا كيف زادنا نظن أنه قانون هام سيا ضافر الصغيري اللي هو مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان سوفيان القوانين وعدد القوانين اللي جاء على ذكرهم ضافر الصغيري يخلينا نفهم عدد الشوانة اللي من المفروض تكون مفتوحة الآن ومنذ تولي هذا البرلمان المسؤولية لكن النقطة اللي تعرض لها النائب ومقرر لجنة التشريع العام ضافر الصغيري اللي هي مكتب المجلس ليس وصياً على القوانين الهامة هو اللي يقرر شنو اللي يتقدم وشنو اللي يتوخر في الرتب أي يظهر لي أنه فما فما إشكالية كبيرة داخل المرلمان الحالي في علاقة مكتب المجلس ورئاسة المجلس بالنواب وباللجان البرلمانية يبدو أنه مكتب المجلس يقرر وحده ويعطي عنده أولوياته وحده وبالكثر منه كاكة معناها يسرع ويبطي في السياق حسب رغباته أو حسب أجندة خاصة بيه وفي كل مرة كتير جلسة عامة وكذا نشوفوا عدد من النواب اللي يقدموا انتقادات مباشرة إلى رئيس المجلس وهذا يلزم ينقص شوي ينقص معناها المشكلة أنه وحنا من الأول قررنا أنه رئيس المجلس يبقى للمدة نيابية لكل الخمس سنوات مهم وخلي هو المفروض كيفو كيما كيما اللي جاء يتجددوا انتخابه مع كل دورة برلمانية جديدة مهم كل عام كيفاش ينجموا يغيروا في نسق ولا في طريقة التعامل مع مشاريع القوانين عندهم مقترحة عندهم مقترحات تواغزر لي احنا عمناه للدورة البرلمانية اللي فت الكل شنو اللي صار فيه تقريبا 90% من الجلسات الموجودة تعلقت بالمصادقة على اتفاقية قروضه ومن بعد خارج الدورة في العطلة البرلمانية جيتك الزربة دي كان عملنا قانون على القياس على الانتخابات وتحويل الاعتراض في الانتخابات من محكمة الادارية الى المحكمة العدلية دونك ما ظهرش المجلس والمجلس راو التومبو متاعو دي عطيه رئاسة المجلس ثم انه النواب لو انهم مش راضين عندهم ايديات تحرك معناها نتصور انه فما الى التحرك انهم يرفضوا يرفضوا جلسات يرفضوا يفرضوا في الجلسة لانه ان الجلسة هي سيدة نفسها معناها الجلسة العامة يفرضوا طرح ديقات اخرى فهمت معناها نقوله انتصنبا اثيكم باتيف موراوش اللي انه هدا التوسي الصغيري كي يحكي على القانون الجمعيات يحكي عليها راو ينتظر وصوله من الحكومة معناها هو يحكي عليها راو من زال ما شفوش من زال ما جيش المشروع ذا يجب يكون مشروع خطير جدا على الحريات وعلى الديمقراطية راو بش يقدمونا الهدف منه انه مواجهة التمويلات المشبوهة او كده وهي وقتلي هي اغلب الجمعيات اغلبهم الاغلبية الغالبة الساحقة الاغلبية الغالبة في المتاع الجمعيات ات ا ا ا فلوسها تجي عطريق البنك المركزي وواضحها ويخدموا في خدمة كبيرة ويوظفوا في ناس في برشة ناس وناس وطنيين وكده معناها الاربع كعبيت الاربع معها جمعيات اللي انه احنا عندنا خمس عشرين الف جمعية في البلاد ا 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 انا في عوض معناها ضرب كل الوسائط الأجسام الوسيطة الكل منهم بطبيع الحال الجمعية مش نحكيه على فئة مهمة في المجتمع متاعنا المتقاعدين معنا الكاتب العام لجماعة المتقاعدين سيعبد القادر الناصري ومطالب بتوحيد السندق الاجتماعية للضمان العدالة بين القطاعين العام والأخص هذه الانفو du jour